حكايتنا النهاردة عن الزواجة الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا وإزاي تغدر بيها من جزء ومن مزيعة مشهورة جدا وإزاي انتهت حياة تحية كاريوكا من نجمة كبيرة جدا وعندها أموال كتير إلى فقيرة جدا لا تمتلك قوة يومها لو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا معانا الفيديو للنهاية كانت الزواجة الأخيرة في حياة الفنانة تحية كاريوكا من المؤلف والمخرج والفنان فايز حلاوة اللي تولد عام 1932 في محافظة المنوفية وتخرج من كلية الحقوق ثم التحق بمعهد الفنون المصرحية وكان مؤلف ومخرج مصرحيات وكان ناشئ بعد كده تجه إلى الفن السياسي وكان بيعمل مصرحيات سياسية وطلب مصرحياته أنه هو يكون من ضمن البطلات بتوعه الفنانة كبيرة تحية كاريوكا وبالفعل وفق تحية كاريوكا وعملت معاه مصرحية ونشأت ما بينهم قصة حب لكن تحية كاريوكا كانت أكبر منه بـ 18 سنة تقريبا فايز حلاوة كان زكي جدا وكان بيستغل الفرص وتجاوز تحية كاريوكا في شاقتها كبيرة في الزمالك وعمل مصرح باسمه باسم فايز حلاوة وكان مصرح سياسي وكان بيجيب تحية كاريوكا تكون هي البطلة في كل مصرحياته عشان يستغل شهرتها وكون صروة كبيرة من وراها غير طبعا الصروة كبيرة اللي كانت عند تحية كاريوكا من أمواله مجوهرات بالرغم أن فايز حلاوة اشتغل كتير جدا في المصرح واشتغل كمان في السينما لكن الناس مش فاكرة ليه أي أعمال وأنه هو مقدرش يحقق لنفسه النجومية اللي الناس تفتكروا بيها وكل الناس بتفتكر فايز حلاوة بقصة الغدر اللي غدروا لزوجته تحية كاريوكا بعد مرور 18 سنة جواز بدأت الخلافات تظهر ما بينهم لأن تحية بدأت تقبر في السن وهو كان لسه صغير وكان عاوز يعيش حياته وعاش قصة حب مع المزيعة الكبيرة في الريال صالح وقرر أنه هو يستولى على أموال تحية كاريوكا عشان يتجوز في الريال صالح نشأت الخلافات ما بين وما بين زوجته تحية كاريوكا لدرجة أنه هو طاردها بالليل بأميص النوم ونزلها من سلم الخدم قاعد تحية كاريوكا على السلم تعيط من شدة الصدمة اللي اتعرضت ليها من جزها وما كانتش قادرة تستوع بأن هي ممكن يجرالها كده من زوجها فايز حلاوة لحد لما لقيتها جارتها بتعايت أخدتها في شايتها وتحية كاريوكا اتصلت على بنت أختها رجاء الجداوي وطلبت منها أنها تيجي تاخدها لبيتها بالفعل جات رجاء الجداوي وأخدت خالتها وعاشت عندها فترة لحد لما تحية كاريوكا أجارت شاقة متوضعة جدا في الدقي في حارة ديقة وعاشت فيها ما تبقى من حياتها بدأت الصحافة تنقل الخبر والوسط الفني بدأ كله ينتشر فيه الخبر والمكير محمد عشوب نقل الخبر للشيخ محمد متولي الشعراوي اللي أول معرف الزعل جدا من الظلم اللي وقع على الفنانة تحية كاريوكا واتصل عليها واتصل على زوجها فايز حلاوة وطلب أنه هو يقابلهم في فندق فلسطين في الأسكندرية علشان يحل الخلاف ما بينهم تحية كاريوكا حكيت حكيتها للشيخ الشعراوي وفايز حلاوة حكى حكيته للشيخ الشعراوي وطلبوا منه أنه هو يحكم ما بينهم بالفعل الشيخ الشعراوي حكم أنه فايز حلاوة يدفع نفقة متعة لتحية كاريوكا نص مليون جنيه لكن فايز حلاوة بصل لتحية كاريوكا نظرة استهزاء وقال السنة تقف بكام وقتها كانوا بيضغده وتحية كاريوكا كان قدامها طبق رمته في وش فايز حلاوة وقامت خناء كبيرة ما بينهم في الفندق المكير محمد عشوب كان ليه أخ اسمه مصطفى بيشتغل محامي فالشيخ الشعراوي طلب من مصطفى أنه هو يرفع قضية لتحية كاريوكا عشان تسترد أموالها اللي استول عليها فايز حلاوة لأن فايز حلاوة أخذ الشقة بتاعتها وكل أموالها في البنوك بموجب توكيل رسمي منها ليه وكمان استول على مجوهرتها وهدمها اللي كانت جوه الشقة بالفعل مصطفى عشوب رفع القضية لتحية كاريوكا لكن المفاجأة أن تحية كاريوكا اتصلت على المحامي قبل الجلسة بتاعت النطق بالحكم وقالت له بلاش تروح الجلسة لما سألها ليه قالت له أنا عايزة القضية تتحكم لصالح فايز حلاوة المحامي مصطفى عشوب اتصل على الشيخ الشعراوي وقال له تحية كاريوكا طلبة مني أن أنا محضرش إيه الجلسة استغرب جدا الشعراوي واتصل على تحية كاريوكا وسألها ليه قلت كده للمحامي قالت له لأن أنا عرفت أن فايز حلاوة اتجوز فعلا في ريال صالح وخلفه بنت والراجل هيخرج من الشقة حيروح فين هو ومراته وبنته والشقة كبيرة علي وأنا ست كبرت في السن وكفاية علي الشقة البسيطة اللي أنا قعدة فيها قطين وصالة وكمان أن أنا توبت إلى الله والفلوس دي كلها جاية من أموال الرأس يمكن ربنا خلصني منها عشان هي أموال حرام وأنا ما عنتش عاوز حاجة من الدنيا فرح جدا الشيخ الشعراوي برد تحية كاريوكا ودعا لها أن ربنا يثبتها على توبتها وبالفعل أراد الله لتحية كاريوكا بحسن الخاتمة وعاشت ما تبقى من حياتها في صلاة وعبادة وذكر دائم وبعدها دخلت تحية كاريوكا في مرضها الأخير للمستشفى أما فايز حلاوة لما أعرف أن تحية كاريوكا في أيامها الأخيرة داخل المستشفى فرح ليها وفضل يبكي ويعيط ويطلب منها السماح وقتها كانت تحية كاريوكا دخلت في غيبوبة قيل أن هي فائت من الغيبوبة وقالت له أن هي مسامحاه وقيل أن هي ما حستتش بيه وهي داخل الغيبوبة لكن فايز حلاوة بعد وفاة تحية كاريوكا فضل يعاني من عدة أمراض حتى توفى في شهر أغسطس عام 2002 بعد معاناته في جلطة في المخ رحمة الله تعالى على الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا